يا صباح الخير او مثال الخير على حسب الوقت اللي انت بتشوفني فيه الفيديو ده من اهم الفيديوهات اللي ممكن تفيدك في حياتك لازم تتفرج عليه عشان هيسهل حياتك اليومية بشكل رهيب وزي ما انتم شايفين فهنا لو عندك صاروخ اللي بتعمل بها الخشب بايز الفكرة دي هتنفعك جدا هتجيب ستونة سيدي كمبيوتر وتعملها على قد الصنفرة بتاعت الصاروخ بالزب وتجيب لاز أضب الفيس والشوضح وتلزقهم على بعض وتقدر تستخدم الصاروخ تاني بشكل سليم وبكده هيكون انت استغلت الحاجات اللي ملهاش لازم عنها في حاجة تقدر تستخدمها تاني وهنا لو انت عندك في البيت قشرة التشطيب بتاعت اي خشب بايزة تقدر تستخدم الطريقة دي والطريقة دي انك هتجيب قطنة ولازق قوي زي الامير كده بالزب وتلزق القطنة كويس وبعد كده تصنفرها جيب الالوان اللي زي الالوان اللي عندك في القشرة بالزب وهتمشي على الخطوط اللي عندك بنفس اللون كده هيكون انت رجعت الخشب جديد زي مكان وهنا اقدر اقول لك مبروك التجربة نجحة ولبعد كده لو انت عايز تركب حاجة وما عندكش مسمار نفس المقاس تقدر تجيب اللازق القوي ده برضو وتعمل شرشرة في المكان الواسع بحيث اللازق يمسك فيه كويس حتة سلوتب هتلزقها من فوق وتفضي عليها اللازق في المكان الواسع ده تبقى حوالي 10 دقايق او 15 دقيقة تنشف وهتبقى اقوى بمرتين 3 من الحديد وبعد كده تيجي على المكان اللي انت عايز تركب فيه القطعة دي وهتتركب معاك بكل سهولة بس المهم تكون نفست الخطوات الصحيحة بالشكل السليم عشان التجربة تنجح معاك ولو نفست الخطوات بشكل صحيح اقدر اقول لك مبروك التجربة نجحت وهتفيدك في يومك العادي ولو الفيديو عجبك اتمنى تعمل اشتراك للقناة ولايك وشير عشان تشوفني كتير وسلام شكرا